بإقليم تطوان بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح ضد كوفيد-19 إلى غاية الرابع والعشرين من فبراير حوالي 35800 شخص حيث تم التعبئة 47 محطة للتلقيح على مستوى الإقليم كيفما باقي المدن على الصعيد الوطني إقليم تطوان الحمد لله كتجرى فيها عملية تلقيح ضد كوفيد-19 في ظروف جيدة وحسنة كنا نقبل المشجع المواطنين إلى حدود الباري حوصلنا 35800 مستفيد هذه العملية تلقيح تجرى في 47 مركز صحي عشرين منهم في العالم القراوي وكي أضطرها تقريباً 90 إطار صحي منذ انطلاقة عملية أو حملة تلقيح ضد وباء كورونا وهذا الستاسيون الحمد لله كتعرف إقبال المواطنين مؤخراً نتعدى 300 في النهر وزارة الصحة أوضحت أنه بالموازات مع تلقيح الفئة المستهدفة حالياً فقد تقرر بسداء من الرابع والعشرين من فبراير الجاري توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة ترجمة نانسي قنقر